قام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات التي انتهت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي نقشت موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبنها الحوار الوطني خلال جالساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة وأوضح مجلس الأمناء أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الأراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني حيث تم دمجها في التوصيات دون استبعاد رأي أو مقترح وبلغ إجمالي توصيات 24 توصية حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها وهناك أربع توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها